التعبير للمستوات بين الجنسين ومنع العنف من خلال وسائل الإعلام في موريتانيا عنوان للتكوين والتوجيه اخترت جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط تعتبر الصحافة الضمانة الأساسية للديمقراطية وحجر الأساس لتقوية مؤسساتها لذا رسمت الحكومة الموريتانية وطبعا من خلال وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سياسة إعلامية واضحة المعالم لترقية المهنة الصحفية للتعزيز من حرية التعبير وحرية الصحافة سعيا منها إلى تحقيق مرام نبيلة وعديدة من بينها الرفع من قدرات الصحفيين في مادة أخلاقيات المهنة وكذلك محاربة خطاب الكراهية من خلال وسائل الإعلام ستدوم هذه الورشة على مدى ذلاذة أيام ينعيشها محاضرون مختصون في مجال الإعلام يهده النشاط إلى زيادة الوعي بين الصحفيين المشاركين حول الأدوات التي تستخدمها المحطات الإذائية لمحاربة خطاب الكراهية فضلا عن الوعد بحرية التعبير والمساواة بين الجنسين ويسمح هذا التدريب للمتدرب المستقبلي بتطوير معرفته بالمناهج والأساليب التربوية وتحليل وتحسين وتعزيز مواقف الصحفيين من حيث قواعد علم النفس والصحافة الاستقصائية زماننا مشاركا يتلقون التكوين في عدة مواضيع متنوعة تهدف إلى خلق الفضاء الملائم كي يتمكن ممارس الإعلام من أداء واجبهم المهني على الوجه الأنسب